السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي كواليس جديدة واسرار جديدة زي ما انا عاودتكم في الفترة الاخيرة النهاردة هنتكلم عن حاجة اول حاجة لان انا النهاردة هكلمكم عن انفراد ليه نحن حاجة خاصة بينا كوبر طبعا كلكم فاكرينه هيكتور كوبر مدرب الارجنتيني المدير الفني السابق لمنتقب مصر والمدير الفني الحالي للكونجو هو حق انجاز مع الكونجو عمل فريق على اعلى مستوى من اعمار سنية متوسطة نجح في ان هو يصعد للمرحلة الاخيرة من التصفيات المواهلة للمونديال يعني هو عمل نفس الانجاز اللي عملوا كيروش لحد دلوقتي اه كوبر برضو سريعا اه كان سبق مع منتخب مصر اه صعدنا مع اه كان سبب في اه 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 او منتخب مصر تحت قيادة اه كوبر نجح في التأهل لكاس الامم الافريقية لنهائيات كاس الامم الافريقية في الجابون بعد غياب ست سنين وبعد غياب تلت دورات على التوالي مصر كانت خارج نهائيات افريقيا مع كوبر قدرنا نصعد لابطولة افريقيا في الجابون عشرين سبعتاشر وكانت المفاجأة اللي من ايار السقيل ان بعد انتهاء سنوات الغربة والهجر المصرية نجح مستر كوبر في ان هو يعمل مفاجأة ويحقق ارقام قياسية غير عادية مع المنتخب المصري ووسل المباراة النهائية وكان متقدم على منتخب الكاميرون في النهائي ولكن في الشوت التاني حصلت بعض الاحداث اللي كانت خاصة بقى بالارهاق الاجهاد اصابات وعلى خلفية الاحداث دي كان منتخب مصر خسر المباراة قدام الكاميرون واصبح وصيف افريقي 2017. كمان نجح مستر كوبر مع منتخب مصر في الصعود لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 سنة. ده مستر كوبر في حاجات بسيطة او علاقته بمنتخب مصر. مستر كوبر طبعا اللي كان جابه مصر في التوئيد ده كان المهندس هاني ابوريدة رئيس الاتحاد الكرة المصري السابق واعده المكتب التنفيذي للفيفا على ما يقرب من 30 سنة. كان كوبر لما جاه مع منتخب مصر كان منتخب مصر برضو انا هذكركم كان منتخب مصر في التوئيد ده. احنا كنا 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 خرجنا اه من تصفيات اه امم افريقيا في تلات دورات مرة كلها كانت قدام فرق مغمورة على ما اتذكر كان من 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 بينها الرأس الاخضر وكانت فرق اه يعني كانت فرق اه متواضع جدا في مستواها. لما جيه كوبر كان في مجلس اه اه الاستاذ جمال علام كان الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكرة ونجح اه بصراحة كان فيه قرار جريء من الكابتن جمال علام في التوئيد ده بانه هو اختار المهندس هانا بريدة ما كانش هانا بريدة له وجود في اتحاد الكرة يعني ما كانش ليه صفة رسمية مع مجلس ادارة اتحاد الكرة انما الاستاذ جمال علام اه ومجلسه اختاروا ان هو يبقى مشرف عشان يحط حالة اه او افريقيا بتغيب 3 دورات على التوالي كان حدث يعني كارثي فكان قرار جريء من الاستاذ جمال علام ان هو يختار المهندس هانا بريدة يبقى مشرف على المنتخب وكان قرار اجرأ من هانا بريدة ان هو يقبل ان هو يقبل المهمة في التوئيد ده نجح المهندس هانا بريدة في ان هو يجيب مستر كوبر ونجح ان هما يعملوا جيل محترم بصراحة انا كنت موجود من ضمن البعثة اللي موجودة الاعلامية وكنت مكلف من جريدة الاخبار اه في هذا التوقيت بتغطية اه بطولة افريقيا في الجابون انا استمتعت بصراحة بجيل كوبر على الرغم من الانتقادات اللي هما الناس اللي انتقادو دلوقتي بيشيدوا بكوبر بيقولوا ولا يوم من ايام كوبر كوبر كان بيتعامل مع القماشا اللي هي بتاعة المنتخب المصري اللي قماشا تعبانة هتعمل فيها ايه فهو عارف ينجح وهو نجح بشكل كبير فان هو يحقق احلامنا كمصريين ونجح في بطولة افريقيا عشرين سبعتاشر ونجح في التأهل لكاس العالم الانفراد هو كانت فيه مكلمة بالصوت والصورة بين المهندس هانا بوريدا وميستر كوبر وجهازه الفني اللي هو بيضم فانتا المدرب العام اللي هو كان الجهاز الفني اللي موجود مع منتخب مصر هو هو اللي موجود مع منتخب الكونجو وهو اللي بيعمل الإنجاز تعالوا نشوف ايه اللي حصل بين كوبر وبين المهندس هانا بوريدا بعد الفترة الغياب دي كلها وازاي فيه ألفة وفيه حب بين كوبر وفيه والمهندس هانا بوريدا والجهاز الفني ودي يا جماعة برضو هتفسر لنا لنجح كوبر مع منتخب مصر نتفرج عليها وهرجع لكم تاني هلوو مستر هاني هاني خاني 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 يا رب يا رب خاني يا رب خبيبي ألف شكر حبيبي ألف شكر بيسلم عليك ألف شكر ألف شكر بعد ما شفنا الفيديو اللي هو انفراد لنا وعلى ذكر الحديث طبعا عن تصفيات المواهلة لكاس العالم احنا هنتكلم على منتخب مصر منتخب مصر نجح في انه هو يتأهل الى فاصلة المنديال وجانبه التوفيق في ان هو يبقى ان هو ما يبقاش من بين المصنفين الأوائل اللي هما الخامسة الأوائل طيب هتقول لي ايه قصة التصنيف وايه حدودة التصنيف وايه مميزات التصنيف لو احنا كنا تصنيف اول يعني من مميزات اللي احنا كان هيتمتع بيها المنتخب المصري او هتميز المنتخب المصري ان المباراة الفاصلة بتبقى ذهاب وعودة كانت مباراة العودة هتبقى عندنا هنا في القاهرة ودي تحمل معاني كتير جدا طيب كروش نجح مع منتخب مصر في انه هو في المهمة بتاعته انا من وجهة نظر الشخصية ان كروش مدرب دماغه كلها كورة راجل واقعي من برضو يعني هو شبيه للمدرسة الوقائية اللي هي منها مستر كوبر اللي احنا كنا تكلمنا عليه من شوية انما في بعض المشاكل اللي ممكن تواجه كروش اولا القصة مش قصة بنسبة للتصنيف المفترض انك انت عندك الدافع ان انت توصل كاس عالم شوف اعلى فريق في افريقيا مصر هي اكتر فريق احرص بطولات ومصر هي اكتر فريق رائد في الكرة الافريقية ومصر هي الفريق الاكبر من حيث الترشيح ومن حيث التاريخ ومن حيث كل حاجة المميزات كلها بتصب في كافة الفراعنة ولكن ظروف استثنائية منعت مصر من التواجد ضمن المصنفين الاوائل في المرحلة الاخيرة من تصفيات المواهلة لكاس العالم وده يعني مش نهاية المطاف المباراة المباراة العودة هتتلاعب برا مصر برضو مش نهاية المطاف انما لازم يكون عند اللعيبة وعند الجهاز الفني هدف والاهم من اللعيبة والاهم من الجهاز الفني الشكل الاداري اللي هيبقى موجود بالنسبة لمنتخب مصر ليه انا بقول القصة دي لانك انت عندك جمعية عمومية يوم 28 نوفمبر اللي احنا الجاري جمعية عمومية لاتحاد الكرة ستحدد خريطة الطريق في الجبلية طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان اتحاد الكرة الحالي بتقود لجنة مؤقتة برئاسة المهندس احمد مجاهد واحمد مجاهد وان اختلفت معه كثيرا او اختلفت معه في امور المجرد وجهات النظر انما احمد مجاهد من وجهة نظر الشخصية هو كدر اداري مؤهل ويمتلك خبرات كتيرة جدا خاصة في التعامل مع منظومة كرة القدم بشكل عام طيب يوم 28 نوفمبر ده هيترتب عليه موعد الانتخابات جديدة الانتخابات الجديدة هيترتب عليها مجلس جديد طيب الجيل اللي موجود وبقيادة مستر كروش الجيل ده اولا هو ارتبط بالمجلس الحالي اللي هو برئاسة المهندس احمد مجاهد وارد انه هو ييجي بنسبة كبيرة جدا حد غير المهندس احمد مجاهد ايا كان ايا كان المجلس المنتخب الجديد هو لازم يكون عنده من الخبرات ومن الضرايا ودي رسالة انا بوجهها للجمعية العمومية لاتحاد الكرة انا بوجه لهم الرسالة دي لمصلحة مصر احنا عايزينكم تدققوا في الاختيار احنا عايزينكم تجيبوا شخصية على قدر الحدث ليه؟ عشان نحافظ على احلامنا لانك انت لو صدمت في شخصية غير مؤهلة او كادر غير مؤهل لانه كرة القدم يا جماعة كرة القدم والادارة بتاعتها بيبقى ليها معايير عشان تنجح فيها بيبقى لازم فيها خبرات يعني احنا لما نرجع زي ما انا اتكلمتوكم من شوية لما كان جمال علام موجود كرئيس اتحاد كورة انا شوف هو جمال علام بقاله كام سنة سابت اتحاد الكورة انما انا بشيد بقرار كان اخده لما اختار المهندس هانا بوريدة في مرحلة استثنائية وفارقة في تاريخ الكورة المصرية اختاروا ان هو يبقى المشرف على المنتخب الاول احنا كسبنا علاقات هانا بوريدة وكسبنا تجارب هانا بوريدة وكسبنا شخصية هانا بوريدة في التعامل مع النجوم دي فرقت كتير جدا فيه او ساهمت بشكل كبير جدا في صعود مصر لمنديال روسيا 2018 وفي صعود مصر لنهائي الكاميرون على الرغم من ان احنا لم يحدث توفيق للمنتخب انما احنا كلنا كشعب مصري كنا فرحانين جدا بالنتائج دي وانا اتذكر طبعا وكلكم تتذكرون ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دور كبير جدا في صعود المنتخب لكأس العالم ازاي لما حصل في عدم توفيق للمنتخب في عدم الحصول على بطولة افريقيا كان هناك اصرار من القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم هذا الجيل وطلب منهم ان هما يشد حلهم في النجاي ووعدوه بان هما يصعدوا كاس عالم 2018 وقد حدث وصعدنا كاس عالم 2018 بالنسبة للتصفيات او المباراة الفاصلة المفترض هو لغاية دلوقتي اتحادل افريقي ما اعلنش بشكل رسمي عن موعد القرعة يعني احنا هنلعب مع اي من الفرق الخمسة المصنفين الاول انما فيه تقارير صحفية كتير اوي وفيه مصادر داخل الكاف قالت ان هي بنسبة كبيرة جدا هتبقى على هامش بطولة العرب في ديسمبر القادم بطولة العرب اللي هي هتقام في قدر طيب المباراة هتتلاقي بمتى المباراة هتتلاقي بنسبة كبيرة جدا في مارس القادم يعني مارس القادم يعني فيه مجلس ادارة منتخب جديد لاتحاد الكرة رسالتنا للمجلس الجديد المنتخب انك انت تبقى عارف انك انت المهمة صعبة جدا لانها هتبقى اول مهمة بالنسبة لك لو لقدر الله لقدر الله بحصلش فيه توفيق في ان احنا نتقاهل لكاس العالم هيبقى فيه موقف صعب جدا بالنسبة للمجلس المنتخب الجديد وهيبقى فيه موقف صعب جدا بالنسبة لكروش لانه قد يعصف باحلام هذا الجيل بالكامل كل الامنيات القلبية للمنتخب المصري كل الامنيات القلبية للكرة المصرية ان تعود وتسمو وترتقي في المرحلة القادمة ان شاء الله واحنا ان شاء الله على موعد مع فيديو جديد وكواليس جديدة اشتركوا في القناة